بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وذلك لأسباب عديدة أولها أن الصحابة رضي الله عنهم ديدنهم ومشربهم وطريقتهم في الحياة وعنوان حياتهم هو الصدق لا لف ولا دوران لا كذب ولا تظاهر بما ليس عند الإنسان فإذا كان عمر يرى أن أخاه أصلح يقول هو أصلح وهكذا كان يقول رضي الله عنه هشام بن العاص لما جاءت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سبق إلى الدخول في الإسلام وهذه إحدى المزايا التي كان أخوه يذكرها له أما عمر رضي الله عنه فقد تأخر إلى السنة السادسة تقريبا أواخرها لما دخل في الإسلام فلما سبق هشام إلى الدخول في الإسلام لم يتمتع براحة كان يظنها أو لعله لا يظنها أن تحصل له أبوه العاص بن وائل من سادات مكة قبل الإسلام وكان رجلا زا وجاهة ومكانة ومال كثير واستكبار على عباد الله ولذلك كان يؤذي المسلمين ويعتدي عليهم ويهينهم بما له من سطوة وجبرود وقوة ومال ومكانة بين الناس ما كان يقصر في إذاية المسلمين أبدا بل وكان يحرض عليهم ويسخر منهم أيضا قصته مشهورة قصة أبيه العاص بن وائل السامي لما جاءه مرة خباب بن الأردت رضي الله عنه الصحابي الجليل يتقاضاه مالا كان خباب قد صنع له سيوفا وأشياء ولم يدفع له ثمنها فجاء إلى العاص إلى أبي صحابينا يعني الذين تكلموا عنه قال مالي قال ألستم تقولون أن لكم يوما يأخذ فيه المظلوم من الظالم حقه ويتقاضى المدين من الدائن حقه قال نعم قال فخذه مني في ذلك اليوم المال تأخذه نيك من باب السخرية الذي وشأن السخرية يا أيها الأحبة أقرب هو للكفر منه للإيمان أقول هذا لأنه موجود في كثير من المسلمين المصلين الصائمين شأنه السخرية من عباد الله الصغار والكبار والنساء والرجال والطوال والقصار والمتعلمين والجالة شأنه هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا يعيبه ويسخر منه ويشير إليه والله يقول ويل لكل همزة اللمزة ويل له هذا الذي يعيب الناس ويسخر منهما ينتقس هذا أبوه وكأن الآية الكريمة تنطبق على صحابينا مع أبيه يخرج الحي من الميت أبوه بمثابة الميت لكفره وابنه بمثابة الحي لإيمانه أسلم متقدما من أوائل الصحابة إسلاما فلما أوذي المسلمون وكان الإبن أحد من أوذي من الأبي وغيره هاجر الرجل إلى الحبشة ومكث بها مدة ثم إن بعض المهاجرين رجعوا فرجع معهم وحان موعد الهجرة إلى المدينة المنورة فبدأ الصحابة يهاجرون واتفق جماعة من الصحابة على موعد يهاجرون فيه سويا أن يلتقوا في مكان قريب من مكة يدعى التناضب فإذا وصلوا إليه وكان الموعد عند الفجر يهاجرون وينطلقون سوية وأما من لم يأتي إلى حد صلاة الفجر وقت صلاة الفجر فهذا إذن قد حبس لا يستطيعون له شيئا فينطلق البقية كان الذين اتفقوا على ذلك هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه وصحابينا اليوم هشام بن العاص رضي الله عنه استطاع عمر وعياش بن أبي ربيعة أن يصلوا إلى هذا المكان انتظروا صاحبهم وصحابينا اليوم فلم يستطع المجيء فانطلقاهم وحبسه ما الذي جرى له حبسه أبوه العاص بن وائل وبعض أقاربه فقيدوه وأدخلوه إلى بيت وجعلوا يهينونه ويسيئون إليه تخرج من بيننا تتركنا إلى دين صاحبك وهكذا فيهينونه بالكلام ويؤذونه بالتصرفات ومنعوه من الهجرة إلى المدينة صاحباه تمت لهم الهجرة وهما عمر رضي الله عنه ابن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه ويشاء الله بعد ذلك أن تحدث حادثا فيعود عياش إلى مكة ويقبض عليه ويوضع أيضا أسيرا ممنوعا من الهجرة بعد أن هاجر ووصل إلى المدينة تقريبا في قصة حكيتها لما حكيت قصة عياش وحبس جماعة من المسلمين أيضا كما حبس صحابينا هشام بن العاص وكما حبس عياش وغيره من جملة من حبس أيضا ومنع من الهجرة الوليد بن الوليد وقد ترجمت له أيضا سابقا وهو أيضا أخو صحابي جليل وأخوه أشهر منه بكثير من أخوه؟ خالد الوليد بن الوليد أحد الذين حبسوا بمكة أسلم الرجل قديما وحبس بمكة في قصة طويلة حكيتها أيضا فيما سبق ثم استطاع أن يلحق بالمسلمين ويمكث المسلمون وهم يعرفون ما يجري لمن حبس بمكة ومنع من الوصول إلى المدينة من إساءة وتعذيب وإهانة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يدعو لهؤلاء المحبوسين بمكة في قنوط صلاة الفجر حتى صار يذكر أسماء بعضهم في الصلاة في القنوط بأسمائهم يصرح فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيع وسلمة بن هشام يعدد أسماء بالأسماء قلنا الوليد استطاع أن يفر ويهرب ويصل إلى المدينة ومكث ويسمع هذا الكلام النبوي الدعاء لهم بالإنقاذ أن يوقذهم الله تعالى وتمر الأيام ثم يقول رسول الله لبعض أصحابه من لي بالوليد بن الوليد وهشام بن العاص من لي أي من يستطيع أن يؤمنهم لي أن يحضرهم من مكة وينقذهم ويأتي بهم إلى المدينة فقام الوليد بن الوليد الذي كان هو مثله يعرف ما يذوقه أصحابه من إساءة فقال أنا لك بهم يا رسول الله أنا أحضرهم وكان فدائيا ويركب الرجل فينطلق باتجاه مكة حتى إذا اقترب منها تخفا وتسلل تسللا إلى مكة بعد أن تخفى ولم يظهر وجهه وجعل يتتبع ما يتناوله الناس فيما بينهم من أحاديث لعله يصل إلى المكان الذي أخفوا وخبأوا فيه هشام بن العاص صحابي اليوم وصديقه عياش بن أبي ربيع فإذا به يوما يسمع امرأة تقول لصاحبتها ألن تذهبي إلى المحبوسين وإذا بهذه المرأة كانت مكلفة من قبل رجالات مكة بأخذ الطعام والشراب إلى هؤلاء المحبوسين توصيله إليهم فتتبعها الوليد بن الوليد حتى عرف المكان الذي دخلت إليه فلما جن الليل كان البيت الذي حبسا في أذان الصحابيان مجدرا له جدر لكن بلا سقف قال إذن يهربون إهما مقيدان ما يستطيع له جدر لكنه بلا سقف فلما رأى ظلمة الليل وانصراف الناس تسور الوليد بن الوليد رضي الله عنه فقفز فدخل إليهما وقطع حبال قيودهما وأنقذهما فرفعهما على ما كان بهما من ضعف وحملهما معه على الناقة يتناوبون عليها ومضى بهم في ظلمة الليل حتى وصل إلى المدينة المنورة فكان رضي الله عنه سببا في إنقاذ هذين الصحابيين بما له من شجاعة وفدائية وصل صحابينا هشام بن العاص رضي الله عنه إلى المدينة وهو قد كان قبل ذلك من السابقين إلى الإسلام كما أشرنا يسأله يوما رسول الله ما كنيتك يا هشام الرجل قد سمى أو تكنا قبل أن يتزوج وهذا كان معتادا في العرب أن يكون لهم كنا سواء كان لهم أولاد وتكنوا بهم أو لم يكن فقال أبو العاص يعني على اسم أبيه يكنى على اسم أبيه فقال لا بل أنت أبو مطيع وكان سيدنا رسول الله يغير الأسماء القبيحة ويأباها ويرفضها الأسماء التي تعارض الدين تماما أو فيها شيء من المعارضة لأمر الله سبحانه وتعالى يأباها ويرفضها قال أنا أبو العاص قال لا أنت أبو مطيع فمن يومها لقب أو كني سيدنا هشام رضي الله عنه بأبي مطيع ومكث في المدينة بعدها فإذا حصلت معركة غزوة سرية كان يخرج إليها حتى أنه قبيل فتح مكة كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطلع شهر رمضان وكان فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة كلفه أن يخرج لقيادة سرية لمواجهة بعض المشركين فلما أنفتح الله تعالى مكة وانتصر المسلمون وكثر المسلمون ودخل الناس في دين الله أفواجا كما حكى لنا ربنا في كتابه كان بعض الصحابة يوما جالسين قريبا من المسجد عند حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلمون ويتناقشون ويذكرون بعض آيات القرآن العظيم يحكي هشام رضي الله عنه أنه كان حينها هو وأخوه عمر بن العاص كانت جالسين قريبا من هؤلاء القوم الذين يتكلمون في القرآن العظيم قال عن ماذا يتكلمون يحاولون أن يقرؤوا بعض الآيات وينظرون إلى بعض الآيات فيشتبهون في معناها لم يفهموا معناها حقيقة فيقول بعضهم هذه معناها كذا يقول الثاني لا هذه معناها كذا يقول الثالث لا هذه معناها كذا هشام بن العاص وأخوه عمر رضي الله عنه يرون هذا المشهد ابتعدوا عنه وهذا حال المؤمن المسلم الحق قال هشام ثم خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال من هؤلاء الذين يضربون القرآن بعضه ببعض ويننا دول فنظر إليهم مغضبا ثم قال إنما أحلك من كان قبلكم أنهم كانوا يضربون كتبهم وما أنزل الله عليهم بعضه ببعض قال إيش معنا يضربون باختصار شديد كما أشرنا منذ قليل هذا يقول معناها كذا وهذا يقول معناها كذا أنت من أصحاب معناها أنت عندك هذا العلم الجم لتفسر وتفهم عندك حي أهلا ما عندك كل واحد عكيفه يعني يفسر كما حكيت مرارا في قضية من ظهر في عصرنا ممن يسمون بالدعاة الجدد كل واحد واحد يفسر عبر تفسير فيزيائي والثاني كيميائي والثاني عند سي والثاني الرابع فلكي والخامس ما أدري إيش وكل واحد يخطئ كل من سبقه وكل الناس لا تفهم ولم يفهموا معاني القرآن غير أنا وأنا الذي بززت الناس قال إيش بززتوا يعني سبقتهم وضعتهم خلفي بمراحل وهكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة طبعا ما قصدهم شر ولكن رغم ذلك هم يتناقشون وقد لا يعرفون المطلوب والمقصود فنهاهم نهيا شديدا قال هذا الذي أهلك الذين من قبلكم يقول ثم التفت إلي أنا وأخيه هما ما كانا معهم بل اعتزلاهم فنظر إلينا قال هشام فحمدت الله أن ما كنت معهم بسط كتير ما كنت معهم إلا غضب علينا فحمدت الله أن ما كنت معهم تمر الأيام ويتوفى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقبضه إليه ويبدأ جهاد المسلمين في المرحلة التالية في زمان الخلفاء الراشدين لفتح البلاد وإيصال نور الحق والإسلام إليها وينتقل المسلمون شرقا وغربا شرقا إلى جهة العراق وغربا وشمالا باتجاه بلاد الشام ليفتحوا هذه البلاد ويوصلوا إليها نور الهداية ومعالم الخير وطريق الحق الذي هداهم الله تعالى إليه ألا وهو الإسلام وينطلق هشام رضي الله عنه ابن العاص وينطلق أخوه عمر أيضا إلى تلك البلاد وذلك في أوائل خلافة أبي بكر رضي الله عنه فيشتركون في فتوحات بلاد الشام يحدث يجلس يوما بعض الصحابة وبعض الناس يتحدثون وذلك بعد مدة طويلة من الوفاة النبوية وكذلك بعد مدة من وفاة هشام صحابينا اليوم وكان ممن يجلس معهم أخوه عمر بن العاص فيسألون بعضهم من خير؟ عمر أم هشام؟ الجالسون كلاهما صحابيان عمر خير أم هشام خير؟ قدمت منذ أول الكلام أن عمر يقر أن أخاه هشام خير منه فسمعهم عمر رضي الله عنه فقال لهم بل أخي هشام خير مني عمر بن العاص أسن منه أكبر منه سنة وهشام أصغر منه سنة لكن هشام سيقول عمر سبقني إلى الإسلام وسبقني إلى الهجرة وكنت معه يوم اليرموك معركة اليرموك الشهيرة هذه الرواية الأولى يا أيها الأحبة بهذه السياقة وسنأتي على رواية أخرى كي لا يظن الناس أن بينهما تعارضا سنأتي على مهل يقول عمر سبقني للإسلام سبقني إلى الهجرة وكنا معا يوم اليرموك فجعل الناس يدعون ربهم أن يرزقهم الشهادة قبيل المعركة يرفع الناس أيديهم يا رب ارزقني الشهادة في سبيلك قال فلما دخلنا المعركة وخرجنا منها رزقها أخي وحرمتها هو استشهد وأنا بقيت حيا فهذه أيضا يعتبرها عمر مزية لأخي بأن يسبقه إلى العمل الصالح ويستشهد وأن يستجاب دعاؤه بالشهادة لنفسه أيضا هذه الرواية الأولى الرواية الثانية تقول إن هشاما رضي الله عنه لم يستشهد في معركة اليرموك وإنما بعدها ولعل هذه الرواية الثانية التي سنأتي عليها أقوى الرواية الثانية تقول إنه بقي حيا بعد معركة اليرموك إلى معركة أخرى عظيمة من معارك فتوح بلاد الشام تسمى أجنادين وأجنادين منطقة قريبة من فلسطين نعم قال في هذه المعركة وهذه الرواية أشرت هي أقوى والله أعلم تجمع المسلمون وتجمع الروم وكانت المعركة شديدة فلما اصطف الفريقان المسلمون رأوا الروم أكثر منهم بكثير ويدخل هشام ومن معه من المسلمين في المعركة وتدور الرحى ويشتد القتال وينكشف جزء من جيش المسلمين فيتراجعون وكان هشاما رضي الله عنه متلثما فكشف اللثام عن وجهه وقال يا أيها الناس أمن الجنة تفرون أنا هشام بن العاص في مثل هذه المواطن يحسن للإنسان أن يظهر شجاعته في غير مواضع أخفي كل عملك لا تقول لا أنا شجاع ولا قوي ولا منفق ولا مصلي ولا صعب لله بينك وبين الله في مواطن يحتاج الناس إلى تشجيع لا بأس أن تظهر كمثل هذا المواطن كشف الرجل قال أنا هشام بن العاص أمن الجنة تفرون وينطلق الرجل ويصيح في الناس ويرونه فيخترق صفوف الروم ويدخل فيهم يقاتل يمينا ويسارا أماما وخلفا لا يدع مجالا لأحدا إلا وينصب عليه كالسهم المشاري المطلق السريع ثم في نهاية الأمر يستشهد الرجل شهادته كانت بحادثة عجيبة حكاها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الجميل العظيم الإصابة في تمييز الصحابة فقال ويذكر أنه كان يقاتل في معركة أجنادين قال وكان بين جيش المسلمين والروم ثلمة قاتل عليها الروم قتالا شديدا يعني فتح ضيقة فلما تراجع الروم لحقهم المسلمون ولكن هذا المدخل هذه الثلمة الفتحة الضيقة كانت تمنع المسلمين من الدخول إليها إلا رجلا رجلا وإذا دخل وحده سيستفرد به الروم وليس هناك شيء يمرون عليها لأنها كانت أشبه بالحفرة ويقدر الله تعالى أن تكون شهادة هشام بن العاص رضي الله تعالى عنه أن تكون شهادته عند هذه الثلمة فلما قاتل استشهد فسقط عند الثلمة فسدها بجسده وأعجسمه في هذا المكان فسدت الفتحة مو سدت يعني أغلقت يعني المكان الحفرة ردم بجسده فارتفع حتى صار الناس يستطيعون المرور بسهولة ولكن كيف يمرون على جسد هشام فلما رأى المسلمون ذلك وقفوا ندوس عليه وهو ميت شهيد كان عمر أخوه رضي الله عنه في المعركة فاقترب مسرعا وقال يا أيها الناس إن أخي قد استشهده الله إن أخي قد استشهده الله وإنه قد رفع روحه إلى السماء وإنما بقي جسده هذا هنا وإنكم قد احتجتم فمروا عليه امشوا عليه الآن ما في مجال غير هذا فمروا عليه إن روحه قد رفعها الله إلى السماء وإن الله قد استشهده فمروا عليه فلما سمع المسلمون هذا الكلام من أخي والقريب إلى قلبه جعلوا يمرون على جسده رضي الله عنه فنفع المسلمين في حياته وبعد وفاته جعلوا يمرون على جسده ويلحقون بالروم حتى تم النصر المبين لهم وكشفوا الروم انكشافا لمزيد بعده ثم جاءوا إلى جشث شهدائهم ليدفنوها فنظروا كان عمر رضي الله عنه فإذا أخوه قد تقطع فجمع جسده رضي الله عنه قطعا قطعا ثم حفر له ودفنه رضي الله عنه وأرضاه هذا هشام بن العاص الذي لم يسمع به إلا القليل من الناس والذي سبق أخاه بشهادة أخي إلى جنة لعيم وإلى رحمة الله الكريم جعلني الله وإياكم ممن يستمع وينتفع والحمد لله رب العالمين